السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام أهلا بكم ومرحبا الإخلاص في الكلمة نور الصالحين وأنوار المقربين كانوا يخلصون في كلامهم لذلك كانت كلماتهم تغير الأحوال وكانت ترب النفوس قيل للحسن البصري رضي الله عنه ما بال كلام السابقين أنفع من كلامنا قال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونحن تكلمنا لعز النفوس هذا كلام الإمام وهو في العصور المتقدمة في القرن الأول ومع ذلك قال هذا الكلام تكلموا لعز الإسلام فنفع الله بكلامهم كان الواحد منهم ربما يكتفي بآية يعظ بها فتؤثر في من أمامه كان يكتفي بذكر حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغير الله بها أحوال قلوب المتكلم له دور عندما تخرج الكلمة من قلبه والمستمع المتلقي له دور عندما يجاهد نفسه ليتغير من كل معصية ويترك كل حرام بعض المشاهد توضح ما أقول الفضيل بن عياد إمام جليل كان في بداية حياته قاطع طريق خرج يوما وقد جمع معه أصحاب السوب ليقطعوا الطريق على قافلة من قوافل التجار وإذا به وهو يستعد لأخذ أموالهم يسمع آية من كتاب الله تتلى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فقال رحمه الله الآن يا رب آن الأوان وترك الحرام وأقبل على الله وأقبل على العلم فصار رضي الله عنه الإمام الجليل الفضيل بن عياد بآية واحدة تلقاها بقلبه غير الله تبارك وتعالى حاله جلس عبد الله بن مسلمة القعنبي على باب داره وكان في بداية حياته كما ذكر ذلك الإمام بن قدامة في كتابه التوابين كان ماجنا ربما يجمع أصحابه فيشربون خمرا ويفعلون الحرام جلس على باب داره ينتظر رفقة السوء وإذا بقوم يجتمعون على رجل يركب دابه فقال من هذا؟ قال هو شعبة قال ومن شعبة؟ هو لا يعرفه هو لا يعرف إلا طريق الحرام وما سمع عن الإمام الجليل شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث في زمانه قال ومن شعبة؟ فقام إليه قال للإمام شعبة حدثني فنظر إليه الإمام شعبة وكأنه يقول ومن هذا؟ الذي أحدثه بحديث رسول الله وهو معروف بمجونه وقلة حيائه فأراد الإمام شعبة أن يلقن القعنبي درسا فقال رضي الله عنه حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت حديث قصير حمل بداخله معاني كثيرة نزلت هذه الجملة على قلب القعنبي فغيرت من حاله أحس أنه قصر في حق ربه وأنه أساء الأدب معه فخرج رحمه الله واتجه إلى المدينة ولزم الإمام مالك تعلم الموطأ وصار من كبار رواة الموطأ رضي الله تبارك وتعالى عنه قال العلماء لم يسمع القعنبي من الإمام شعبة إلا هذا الحديث ذكر ذلك الإمام الذهبي والإمام المزي عليهما رحمة الله تعالى الكلمة الصادقة التي تخرج بإخلاص تؤثر في حياة الناس نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر